اكد سعادة السيد زاي بن رشد الزياني وزير الصناع والتجارة أن مملكة البحرين وتنفيذا لتوجيهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله تحرص على تعزيز الشراكة مع أجهزة التقييس بدول المجلس والذي يأتي في سياق التعاون العام بين الدول الأشقاء في شتى المجالات خصوصا الحيوية والتي من بينها قطاع التقييس الزياني نوها خلال ترأسه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمنة العامة بمدينة الرياض نوها بالمكاسب والمميزات التي سيتم جنيها من خلال التكاتف في مجالات التقييس المختلفة والتي من شأنها دعم الاقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استفاء المنتجات المستوردة والمصدرة للاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين الدول الأشقاء وذلك تماشيا مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دوليا وقد شارك في أعمال الاجتماع معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرة في ألمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعداء رؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة الوزرية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون حيث جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع اشتركوا في القناة